بعد ضربات واضحة أنه عسكرية وجوية هنا في سوريا المرة هذه تجيب بين القوات الروسية اللي أعلنت في وقت متأخر البارح عشان ضربت جوية على مواقع المعارضة السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا اللي فم فيها قتلة وفي المقابل زاد الروى أنه زاد حتى الجيش أو القوات الأمريكية اللي حكيت وضربت أنه ضربات جوية على جماعات متحالفة مع إيران وهون الجانب الروسي اللي هو حكي على أنه إن فم هناك انتهاك طائرات التحالف اللي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية المجال الجوي السوري قائلا أن عددا من الطائرات وطائرات المسيرة حلقت من دون تنصيق مع الجانب الروسي كعليش جاء الرد من بعد من الجانب الروسي في سوريا واضح بعد هذيك فيش نجمه نحكيه معناها سيسوفيان الحقيقة وأنه في المقابل زاد الروى أنه طبول الحرب مازالت متواصلة في أوكرانيا والبارحة لأوكرانيا اللي تعننه أنه هناك قتلة في قصف جديد من الجانب الروسي هذي في فترة الأخيرة تقريبا أكثر من شهر منذ بداية الحرب في غزة ما تحكيش عليها الموضوع هذي هو الحق شوف الشرق الأوسط عنده زوج ميزات أساسية لو لا وأنه معناها يستدعي فرقاء بعاد ياسر جغرافيا عن الشرق الأوسط التدخل في القضية هذه خاصة قضية احتلال السهيوني لفلسطين أنا لو عندي تحفظ على كلمة الصلاع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه مو الصلاع موشتك متكفر يعني هو إسرائيل هذا الكيان تم زرعه في المنطقة من قبل الغرب كفاصيل متقدم للعالم الحرق ما بين الفلعين في تلك المنطقة وبالتالي أعطاه العدة والعتاد يعني 3 مليار دولار سنويا معونة عسكرية للكيان السهيوني الآن 3 مليار دولار يوميا وقادرين شاندوا فيهم من الملكين اللي جمع ليفت أعطاهم 14 مليار دولار مشاوا واخذهم من الكونغرس في الحكاية هذه نوك العنصر اللول كما قلت لك هو التدخل سديا التأثير الكبير لمجريات الشرق الأوسط وللصراع حول السياسة الدولية مثال ناخد العدوان الثوريس سنويا ستة وخمسين جمال عبدالناصر أمام قناة السويس عملوا عليه هجوم كلاس دول دولتين وكيان أمريكا أنجليترا والكيان السويوني شو نتج عن تلك الحرب ينتصر فيها عبدالناصر عام ستة وخمسين دي العمل فيلم يمثل فيها أحمد ذكي اسمه أسنويا ستة وخمسين ناصر ستة وخمسين أولا عبدالناصر ربح ثانيا حكومة جيمولي سقطت وهذا كان تمهيد السقوط الجمهور بعد الفرنسوية الثالثا حكومة إيدن سقطت في بريطانيا رابعا السورة الجزائرية تكملت لأنه عبدالناصر كان يساند عسكريا ويعطي في أسرحة إلى السورة الجزائرية وتمر من ليبيا وتونس وبلدان وبالتالي هي حرب كانت خاطفة دامة ثلاث هيئة لكن نجحت هذه الحرب بشكل بتبوزين القوة وجابت عنصر جديد في المنطقة اللي هما الروس دخلوا وتحالفوا مع عبدالناصر ثم أخرجهم السادات لقاوا موت قدم في سوريا ثم رجعوا بقوة في سوريا الآن الآن إذا كان ناخذوا اليسائل الآن اليسائل الآن أن هذه الحرب أمريكان ما تنسيش هذه المرة الثالثة يدخلوا في ثلاثة أسابيع ويقصوا في سوريا يقولوا هما قصفوا مواقع لفصائل موالية الإيران فهمت؟ يعني الأمريكان ينجمجوا يقصون أنا وانت طيب هنا لأنه بالنسبة لهم كنت تنخذ الكيان السيوني أنت موالي الإيران إيران عملا ما دخلت في حرب في فلسطين أعطيني الهار أطلق وتلقى واحدة إيران عند حساباتها وعند دخلت في حرب مع دول العربية هي والأمريكان إيران وأمريكا تحالفوا بش أسخطوا صدام حسين أما خلينا نجاوزوا هذا الآن ثلاثة مرة يعملوا هذا الأسبوع توا عندهم مشهرة تايحوا حتى درام تركي لتراك عندهم أربعة ورخمسة أيام قصفوا موقع للأكراد والروس قصفوا مواقع للناس اللي موالين للأمريكان وموالين الداعش لأن الداعش هي صنيعة أمريكية في سوريا على الأقل وكذلك الدولة الفرنسوية عاون الداعش نتذكروا كيف شاركت لفارج كانت تعطيفين في الظوء الأنترنت دونك اليوم الكونفلي هذية اللي داخل فيه نتنياهوه هذا الناتن حل أبواب جهنم على مصر عيها مفتوحة أمام الغرب كافة في هذه المنطقة وكل واحد داخل من جهته إيران اللي عندها الهيلل الشيعي واللي تحب تعمل حرب بالوكالة واللي تساند في جماعات كما حزب الله وكما الحصيين في اليمن والغير المقاومة الوطنية اللبنانية الينا نعتبر حزب الله ليس صنيعة إيرانية بقرر ما هو حزب وطني وقعد يلمعها في عديد الفسائل الأخرى ما تنساش كذلك وأنه الروس اللي داخلين في المنطقة بمساندتهم للطرف الفلسطيني أو غيره الروس اللي فتحوا الباب على مصر عيه ليعملوا اللي يحبه الآن في أوكرانيا ولا واحد ينجم يحاسبهم اللي قعدين يعملوا فيه يعني هذا الكل إن بينا شيء يبينوا أنه هذه الحرب الآن فيها تخبط كبير جدا لأنها ما هي شيء موجودة ما تنساش كذلك وأنه كان ناخده مثل غزة الناس يحكيوا على كتائب القسام وحاميس غزة توجد فيها منذ عشر خمسة عشر سنوات تقريبا خمسة عشر فسيط نسمي هولا كتائب القسام صالحي القدس عدوية النصر صالح الدين كتائب الأنصار كتائب شوالد الأقصر كتائب أحمد جبريش كتائب جهد جبريل كتائب عبدالقالي الحسين كتائب المجاهدين كتائب عبدالعدي مصطفى وكتائب المقامة الوطنية هذوما لحداش التوافعين وثم جيش الأسلام وجيش الأمة ومجلس صورة المجاهدين والتوحيد والجيادة اليوم القلاب بالدواعش تاكد اندثلوا ظهر عمل 2005-2007 يعني بشواليك وحتى في المعركة تقريبا جل الخبراء العسكريين اللي يحكيوا ويتبعوا وفي العمليات يقولوا أنه إلى حد هذه اللحظة تقريبا اللي مشاركين في الحرب فعليا وميدانيا لا يتجاوز 30% من قوات الكتاب المسالحة الفلسطينية أكيد جدا لأنه هما سجلوا العدو هما سجلوا العدو وهما تقولوا بلحقية مقال بلغة صحافة العبلية يقولوا باش نعملوا ديراتها باش نشوفوا السنوار كي خطت هذية هل عنده أشهر هل عنده عام ونصف وعامين ومتل شاش في الأسناء الوصلايين قامت بتدخلين على أقل عام 2021 في غزة وقتها قتلوا 2400 غزاوي وعام فيماي الأخيل دخلت في غزة وقتها استشهدوا معناها 467 تفلوا خدت تصويرتهم الواشنطن بوصل اليوم معناها مدام هما استدرجوا بحطوا سينالوت كل السنوار حتى في حرب مي ولا في حرب 21 ما متبقش الخطة هذي يعني خليها انستاند باير الخطة هذي وهدد قال 11-11 وقتها اللي كل مواقع حداش حداش لهاي لحد الآن معناها شاتين جلوند انيقم علماً وأنه السنوار هو شكون يكون السنوار هو الشيخ يسين لا الشيخ يسين هذا كان بنالي ثاند فيه لو نعفوه شابين بنالي كان يستان في حزب الله ويستان في شيخ يسين وبشهادة أحد أصدقاء اللي هو من هنا من نابل وكان وزير مستشار من عائلة كبيرة من نابل يقولي انهالت اللي اختارت السنوار الشيخ يسين بنالي كان حزين لأنه بنالي كان عنده بعض قومي وهو كان معها متفاق وانا نعرف حتى شكون كان يمثل حزب الله في تونس وبنت وعندها فرماتي هنا وغيره وهو اللي خد المنار تحكي على تونس برقدا وغيره عما الشرط وانو اي تونس ينضم لكم من عام ستة وسبينين ابو الهولي تقتل ابو ويادي تقتل ابو ويادي تقتل والدار اللي في وسطهم يقولوا ليه ما تمسوش تطرح تساؤلات كبرى متعدوا مش مشكلة بنسبة لل شكون كون السنوار هو الشيخ يسين الشيخ يسين كان عنده مقولة ويردوها بعض الطيارات الاسلامية الان يقولوا ان اسرائيل ستمته سنة سبعة وشرين اخذا عن قراءة الاسرائيليات وقراءة كذلك القرآن ويقولوا ان الجيل يدو مربع سنة وهو صحيح الجيل يدو مربع سنة واتيه انتعموس في صحر عسيلي لدو مربع سنة وبعد سنة بشمش وحل السنوار المعركة الان لانه هذي كان اتردد فعل على يسير في القدس لكان اختيار توقيت بعد للتحذير كبير السنوار كي حلها توا والكيان السهيوني يقول انا النجم لقد عام والفلسطينيين استدرجوه للمعركة وكي ما قلت يمكن عشرين في المية بركة من قوات عتيني انا قائد عسكري واحد بات عتينا الكيان السهيوني اللي عمد المخابلات والامريكان والفرنسيين عتيني ورلاو المجاهدين قتلهم وحتى تعامل اللي صار تقريبا منذ اكثر من سنتين الكتاب القسام والصراء القدس ما عاد شي استعملوا اللي يسمع خطفهم حتى في اتصالتهم في تواصلهم لا ما عاد هو شوق تقريبا في اللاسلكي معناها في الامور البدائية ممكن في الاتصالية هو السنوار لا وقلت لك قائد قديد كتيبة المجد وكتيبة المجد هي ريقظات على قل من 40 إلى 60 خائن داخل الصفوف الفلسطينية موالين وهو السنوار تعفو السنوار لما تشد ما حابش يحكي لما تشدوه ما حابش يحكي قاعد يجي عامون 20 بيت والمصار يستنخوا فيه وهو ما يجاوبش من بعد تشد الشيخ ياسين لا يرحموا وقت يشد الشيخ ياسين قالوا احكي ابدا يحكي وحكي يصر حاجات الثهينة هو ما وقت يتعرفون كما بالعبرية وغيرو والبد هو القادر في الخط كما بولقيبة وكما هو شي منه الكل همون جياب وكانوا قالوا تاريخ في فرنسا الفرنسيسي يعتبروه فيتناميان معنى الو بون صوفاج فيتناميان كوالتيو فرانكوفور لكن جياب هو ما لك ديانميان فورا وكلو فيها افتنش نالف ما تولهم انها مش حالة سهلة فرنسا ديانبينفو انتهى المبيل الفرنسي يفيني ديانبينفو وحتى كيجاد القلب انتهى يزمن الرجالي فرنسيس انتهى ماتش عن دي بلاتونسيون بش احتلو العالم لونك اليوم السنوار عنده قرارته خاصة لونك هو من اختصاصاته هو القضاء على الخوانة والخوانة قلت لك سميو سفاحة وزوزار خاف وليجان نتروف تليل سمتاتيك وتليل كاليزماتيك وجاب صحافين عديد المرات ومن بتحافين سلالين وقلوا ها هذا يصير بون سوفاج بتاعنا فهمت هما هكا لكن هو خطط بتريقة ذكية وهذا ستدرسها معناها عملية التمويه التاريخية لوقت من عامل 2017 وقت اغزال متصريح وقال ما حابوا نبني واقتصاد غزا وزينا من حرب ونقبلو التعايش مع الكانون السهوين ومن وقتها حتى العمل فيه 2023 ست سنوات حتى وأن وقت خوان عرب قالوا ما حظروا في الظربة الخايبة قالوا دي عنا سنوار ياخي السنوار طلا هو اللي ضرب من الظربة الخايبة اليوم اذا يرتقوا في مواقع متاحهم العسكرية اللي يتكلموا بالعربية اي شادي السنوار اي ويأجوا في الرأي العام معنا في الظحايا اللي موجدين الظحايا الحرب اللي في غزة على السنوار على السنوار وش اسمه قالوا انت جثة كمالاخر قال جثة في حال جثة في حال وفيت اي حال وفيت قالوا انت جثة متنقلة قالوا هو ناتين يهو ناتين قال انت كذا فهمت اللي قاد يصير الان هو معناها المقاومة مدام ما استرجلت العدو واخذت وقتها بشترجوا تسموه تلاف الاحتمالات يشيدي سبعة وتلسين يوم مرقته همش انفاق رأوا الانفاق مش طولهم عشرين متر ولا كيلو متر خمسمائة كيلو متر مرقه همش وقت البالح فرح وقال لقينا نفق دخلوا يعايت واعة وقت فجروا كلهم ستة ماتوا على البلاس لغمو لهم حفرة وظلوا انفاق دخلوا فجروا يعني بشوالك فبالك بالانفاق الحقيقية كانوا دخلوا لها شلو بشي سي يمكن بشي شدوهم بالكمش يمكن ساكل عليهم مجهتين وشدوهم غادي كبغتناق لحرك هكي شدوهم اليوم المقاومة لا تستطيع السيقال بتاعها المنش في حرب استنزاف كيف الحروب يعني تاخد حرب المكسيك تاخد حرب فيتنام تاخد كومبوتش تاخد لاوس تاخد في تونس تاخد في الجزائر تاخد اغوستين ونيتو ولمبي الاء وروبالتو هندل وغيرو في في شسم الانجولا تاخد تاخد كبيلا الاب ووقتي كان في الكتنغا بعد ما قتلوا بارتيس لومبا لبلج عم وحد ستين وغيرو انتصلت عليها دائما عنصر اساسي وهو عنصر الزمن وعنصر الحرب الاستنزاف حتى انه سمعت وانسا بشيء ومرأ قابلوا زوان لا يظهر لي مش موجود قالوا له ويتعلمت انتي تقنيات هذه حرب العصابات كتري قالوا عندي عبدالكلم خطابي عبدالكلم خطابي لعقابة الجمهورية في المغرب في المغرب في بداية القرن عشر فهمت يعني كانوا عبدالكلم خطابي كيبا تقول بصالحات في الجزائر وسعال في تونس يعني قيادات بتاع الجيل هذك قبل ما يظهر جيل بورقيبة ومصفى هردان ثم الجزائر زهر فيها زاد جيل اخر الامير خالد وجماعة فليتوال نور افريكان نوك اليوم اللي موجود وانه المقاوم مقالة تدرس وعند انتي بفسد لي مثال اللي خسر كيانا السهيوني على مستوى الدعاية والتحريض والبرامر اللي حكينا عليهم سابقا منهم الادان ومنهم ابرهام وعلى مستوى التلفز اللي غدت حشم انتصنت كل اسبوع الشواء 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 هاي ها متبدد كل شيء هاولئي العالم العالمي حتى المسيحي ولا يقول هذما اليهود قتلت خرجوا كل المقولات القديمة الدفينة متاع اللي جيفيرون اليهودي التائه الذي حين يمره تصير زلازل وتنشف الدنيا ويصير ما يصير راجعوا منه للمربع الاول يعني سهاينا كان حطوا مئات مليارات الدولارات بش يعملوا بروباجندا اللي صلحهم مينجحوش كما بالخسارة اللي يجدوها امام اطفال قاعدين يقتلوا فيهم لانه سوفنا معناها وزيرة بريطانية ونائبة وزيرة وزيرة بريجيكية ومسؤولين حتى الامريكية والفرنسوية اللي يقولوا لا هذي قتل بنحكيوش على سبانيا واليونان كلهم يعني يدينون بالتوحش هدا الصيوني بش نرجو بش نكمل فقط وبعد بش نشيو الفولي اخر اللي هو مصر بش نحكيو على مصر الحرب الاوكرانية اليوم او الحراك اللي انه شرق الاوسط قاعد يغلي ثم جات الحرب الاوكرانية وتنسيت في الفترة هذه هل هذا اعادة احياء ممكن الصراع اللي موجود في الفترة الاخيرة في شرق الاوسط وفي اوكراني بين اوكراني وبين روسيا ممكن هي بداية تعطينا اشارة بداية نهاية الحرب في غزة وانه العام الدولي اللي تلهير هوني انه ها بش ترجع لامور وبداية نهاية الحرب في غزة با الروس عندهم حساباتهم ما عنديش معطى الحق بالضبط كيفاش امراكيد وانه الروس الان فرحانين باللي قعد يصير في غزة والتهالك الصهيوني والتهالك الامريكاني والتهالك الغربي يعني ما تنساش وانه حتى الدوغان الدوغان موين تمي للمحيط التلانتي وهو قطعة اساسية من قطاع الديسبوزيتيف معناها المكونات الاساسية من طالح في شمال اطلس هؤلاء الملكان تحولوا درون جمعا لفاتت وهو يحكم نتنياهو بنبرة يعني مش في متاع انسان متاع اللوطان يعني من الول سندوهم وباثولهم باثا بالأدوية وبالتغذية ثم فيما بعد دال عليه العام تاو ولا عدل البوص تاو واخر تصريح اللي قال البالح وين قال نتنياهو هو يداش في منشأ كان الدوغان وقالوا ما نهلا يام هذي بنسبة ليك سهلة بنسبة لي بشي جيكم بعد لغم ما نمنش يسر بلي قل فيها الدوغان لانه مشاكل اوضم فقط كذبة مالتين وشفت الدوغان اما لما اعطى الادوية للكيان السهوني او في القمة العربية الاسلامية يعني كان موقفه مخجلا اما اليوم الحرب وقت تدخل في صفوف العدو وهذي مشكلة الروس هما والشنوى يشدوا في القصر بذل قطوسا ما تنسيش وانو الروس عملوا عمل تمهيدي كبير اولا لقلب مسار المعركة في سوريا هما الروس هذا اكيد وانو جيش العربي السوري متقدم ومنتصر الان على الدواء شغير ثانيا ما تنسيش وانو الروس عملوا خدمة كبيرة يسر للفرانسيز في افريقيا في البوركينا فاسو وفي مالي يخرجوا عملية بركان هذيك شكون جاء وجاء فاغنير والمسألة والمسألة تاشدوير يعني والت تغدر تمشيت الى من مالي الى بوركينا فاسو ثم الى النيجر معناها ثم الاشكريات كبرى قالت وراها اليد الروسية الخفية وبالتالي وقت اللي سعد هو طوى طوى حد معناها يعمل اللي حب وما يتلفتلو حد تفاكر كما السلطة التونسية يجدك في الاسعاد قصير من الفريق الوطني ولا في الصيف في النشف الشتوت التاوي هما يعملوا كيك وشوفوا انو حتى في حد ذات ما اصبح المتسول وحكم يعني الرئيس الاوكراني يتسول ويعمل في فيديوهات اعطيونا فلوس اعطيونا تون الشري وعطيونا الحب وندافو على رواح اعطيونا اللي هو حول السياسات الاوكرانية في هذه الحرب شوفوا انو الحقيقة زادة فما جانب اخر سوفيان اللي هو جانب المصري المستهدف رقم واحد يقولوا وانو هو مصر بالاساس وقناة السويس خاصة بعد هذه الحرب هي قناة السويس مستحيل بشيخذوها لخطف جيش المصري اذا يقبل استلجح لا هو خلق خلق القناة الجديدة اللي هو ذو ما هونالك قناة جديدة يخدم عليها الكيان السهيوني والامريكي والقناة هذية اللي هي القناة البديلة اللي قناة السويس ايوين مش هاملو مش تعدى معلاغ غزة بين غزة معنات اه اه مش قاد خط خط سيناء مصري واسمها هي قناة بن جوريون اللي تنطلق من الات الى غزة وتنتهي في معنات وبدأ ولو برو جي يوفى اه بثلاثة سنوات ستة مليار دولار سنويا اه معنات هذه اضرار لقناة السويس وهي تعتبر القناة البديلة لقناة السويس ايه هذا مشروع مقتيم ودخلين فيه الهند ومس يمشي عن تاريخ غزة ويمشي نحو حيفة ومن حيفة يمشي الى اوروبا هذي هو المسلول سمحه اشتين اولا حيفة على مرمى حجر من حزب الله والكاتيوسة اللي استعملوها منذ ثانين ونسعين ما استعملوها وقال تعملناها في ايلات في كريات شمونة في خطابه نصر الله وتلبيرح ومبعد قال احنا عنا طائرات سيارة نحبوها متلاش يعني انتحاري وقال منهم من يمشوا فق حيفة درج بدت حيفة الكيان السويوني تاريخيا كان يعتبر المنطقة الرخوة في العالم العربي هي لوبدان لنحكي لك حكاية الدولوها الشباب كانوا في بيروت كان عندهم رئيس الجيش يجب أن يكونوا مسيحيين مرونين حاشبوا اتفاقيات 43 واربعين وحتى اتفاقيات الطائف كان عندهم جينا علاج اسمه فيكتور خولي لما انهار الشباب قال لهم بطاح أنا بشير الترماء قال لك واحد بيروت يقالوا السيدي قالوا قالوا بحثة سمح حجرة في حين انه اسراعيل لما اشتاحت جنوب البنان عام سنين وثمانين يشدوا فيهم بالخرواتة وقتلوا من الزبات سرعليين قدام قاهة الهولشو كبولاد الوينبي اللي تاولت بانك شفتنا في بيروت نعافها قبل نعافها تاول كانت فيها امسيات عربية كبيرة حضرت فيها انا وكان فيها العفيف الأخضر وكان صافي سعيد وصلاح بشير وونا حاضر شخصي اللي صار وان الكيانة السهيوني اعتبر منطقة لبنان هي المنطقة الأخوة لم يكن ينتظر وانه يتلع لقوة ضربة كما حظ بالله وتتفكر كان عنده جيش عميل هو جيش صعد حداد صعد حداد كان عنده جيش قوي غديك وثم مات في الكيانة السهيوني وبالتالي المنشآت الكبار عندهم وين عملهم عملهم أما في النقب صحيح النقب ديمونة قربة للسعوديين ويجماعة ويعرفوا الإتاليخين للسعوديين وغيرهم عدائهم مرائسين مهمش السهينة بل الزعماء العرب كما الملك عبدالله مثال قبل كان عبدالله ابن الشريف حسين اللي كان يخف العراق يقولوا أنا عدوي رئيسي للامريكان أنا ذاك البريطانيين يقولهم هو الحاجة من حسين هذاك عدوي العيسي وتهموه بالنظرية حالة كما هكا أما توقع بش لرجعوا للموضوع متاعنا وأن الحيفة حتى كحكاية بوش للأبن وذاك نمصرح وقت قال بش لعملوا الشرق الأوسط الجديد قالوا مني قلب مني حيفة ثم عمل فين العالم فاق وأن إجراء السرائيليين دخلوا جنوب لبنان عام ثوانية وسبعين واندحلوا هربوا هربوا عام الفين بعد ثانية واشتين عام احتلال واذهر قوة حزب الله دخلوا في حرب ضدوا عام الفين وستة سف وثلاث كلا وتريح في لبنان بتعلم باش تخبول وبالتالي ميناء حيفة ولا ما عنده حتى وجود الآن هما حبوا يعمل المشروع هذا الجديد بالحق وهو يعني مباسل لقادة السويس ودخلت فيه الهند ودخلت في الهند وحبوا يعملوا هذك لكن انت والمعطيات الكل تبدلت وهم عليش يحبوا التهجيل هو التهجيل في العقيدة التريونية في الترانسفير يحبوا يعديهم من غزة ويطلعوا بيهم معناها بحث تل ابيب وغيرو ويمشيوا بها حتى الحيفا ومن حيفا يمشي الفينيتسيا ويمشي الوتردام الموقف الممكن المصري اللي هو هنا عليه نقاط استفهام بلقاعة صايا بانه شو يعمل للكيان يقول انه يعملك سود النهضة سود النهضة هو بتمويل وبديكنولوجيا سهيونية بحتة يعمل سود النهضة ثم يخنق قناة السويس اللي هي شريان الابنت على اقتصاد المصري يعني تقريبا هي العمود الفقري للاقتصاد المصري ويخلق الخط جديد وما يشين فيه وهذا حتى في هنالك الدول العربية مولى في هذا الخط لكن انتهى انتهى ما عادش بشي اشوف اولا جيش المصري هو جيش عنده قوة ضربة كبيرة جدا واسهينة حبهم من الول تفهموا هم والقطريين وشريو خيام وقالوا نرح له مليون فلسطيني على اقل ثم كانت جزوزم مليون تا غزة نرحلوهم الى صحرة سيناء ويبدوا بالخيام ثم بعد منينهم منازلوا ويرو لكن جيش المصري قال له وجيش المصري ينزيق بس والصلايين مستحيل ولا هتنجم تدخل سيناء السلطة المصرية مطبعة معه اكيد جدا ما فيه السيسي كما كانوا روسها من سادات وشي لتعلم سادات وشي اي وانا قلت الكتاب مؤخرا كتبه وزير خارجية لانو عصوة عبد المجيد استقال وقت ان هو عمل كوندافيد وصالح بشي بشي الكنسوريني شد في بلاستو واحد اخر وكتب كتاب اسمه السلام الداعي في كوندافيد واخريتوا ان الكتاب مؤخرا على السادات يعني اليوم منذ السادات وانتي جاي كل رؤساء ما فيهم محمد المرسي الكل هم طبعين مصري هم دي هزم نتفقوا فيه لكن الجيش المصري ما يقبلش واشتعدوا هم كان في مخطتهم مخطتهم وانو مقضاوا على القضية على القضية الفلسطينية وانو بسيعملوا هذا حاجة رديفة لقانال السويس ويعديوها لكن هني قلت لك اخي حيفا حط انتي ديستانس بالإغضامل تصور حيفا تطلقها 40 ولا 50 كم حيفا رايبو تخم للحدود بتاع جنوب لبنان ميجيت ما يسمى بلقطاع الغربي وقليم التفاح عندهم قليم الخروم وعندهم في الجبل وعندهم قليم التفاح يعني عندهم في جنوب لبنان القطاع الاوسط وقطاع الشرق وقطاع الغربي النقورة وواحد من جهة وصور وصيدة من جهة اخرى اليوم من هذا مستحيل بش ينجح هذا المشروع يحكي عندي عندهم 32 الهندوس كما بعض الاخوان الافاريقة اللي تنكروا من صداقتهم مع العرب لكن القواع عرب بخوانا كذلك حابوا يمشيوا في هذا هذا المشروع انتهى قبلا انتهى نهائيا هذا المشروع لا يمكن ان يحيي الا بدولة فلسطينية مستقلة وهي تقرر ويقولوا ايقبلنا ونمشيوا في حاجة كما هك اما طوى مستحيل تنتي غزة اللي فيها 41 كيلو متر على 6 الى 12 كيلو متر خلينوا نقولوا معدل الطول بن 41 و41 ومعدل العروزة 9 9 عاخر يقولوا المعدل هو بين ستاش وستة معناها سمنتاش 29 كيلو متر تشتري وانتي ايش وانتي حاير فيه 35 كيلو متر حاير فيه عندك سبعة 30 يوم معاك الامريكان معاك الناتو معاك الفرانسيز معاك الالماني معاك باوليش حربية عبرها ما صارت وانتي حاير فيه بش نجم انتي الاخرين منتجمش وانو مستشار الالماني زاد اليوم الصباح نذكروا انو فما برش مش ما ننساوش انو موش كان فرانسيز والامريكان مستشار الالماني ضد وقت اطلاق النار ايه الالماني اذوك خارجو الترح الالمان لو في منطق اخر والالمان شوف المانيا وفرنسا بتقع فيها حربية يرون تو تشوف هاو قلوك يحيلا رحمان انبقينا على القيد الحياتة متوت تذكرك لماذا بعد سبعة ثوانية سنين بشتشيل ديميني غير سيبلي شوف اخسى اليمين وشوف انتي خبات طابع انتي خبات اللي بتشيل في جوان جاي وانتي شوفت حتى مارين لوبين اللي بوها بوها قالوا له اللي فو الكلماتوار قالوا سيطان دي تايدوا الهتوار واللي كان يكره المحرقة مفهوم المحرقة ويسميه الريفزيونيست شاركوا في المسيرة ضد انتيزم يتزم بها يعني يشوف اليوم اوروبا اوروبا شوفت انتي كان جيت عام الفتسانمية تقول لفرنسيس لكا مشتخص التونس والزير والمغرب والكمبودي والفيتنام والمالي والسنغال والمستعمارات فرنسية والدهومي والدهومي معنى البناء سابقا والكود ديفوار و كل كذي شقات تحكي احنا ايبان شوف متووي توا قل اخ اللوليون كموسا مرسي توا اللوليون كموسا بلويل في بلويل تبشي تلقى هذي كالشرك وفي بربير وفي شاتيو مغوج وفي شوف تاريخ لو عنده مكر رهيب جدا الان هذه المشاريع الكلها ستتسقط مصر عندها جيش ما يقبلش ومصرر بشي وهما استرروا اختاروا عام 67 هما سيلا ولا استرروا عام 73 سميش استرروا على اقل دخلوا فوضات كيلومتر واحد ثم من الحين بيقدر جعله بورتان بالنسبة للصهاينة لو الدولة امتحها تنتد بين البحر الى المحيط من البحر الى النهر يعني من نهر الججلة الى المحلة من التوسط ومن العريش الى الليطاني الى سور وإلى اجزاء من سوريا يعني بالنسبة لهم في المفهوم امتحهم حاجة حاجة اخرى لك اليوم هو ما يتمناوا لكن هذا موش بش يسير يبقى كذلك الموقف المصري الرسمي مشين يعني بكل صراحة كموقف كافة الدول العربية خاصة ما يسمى الدول الطوق عنده تطمينة بالتمويل سوفيان ولو يمول هاو مولوا مولوا كيفر بوه انتو كان موقف تقول هكا معناها شلو يعني الاردن بلدان التوق والسعودية رم بلدان التوق اخي الات على مرمى حجرة من السعودية عملوا انجاز سعودية اخي الات الات في الخليج عملوا انجاز عد السعودية وحلوا اكبر سالة اقمر مثلا نحكي اذو كتو اذيك في السعودية الداخلية هو حبيه بدين الدولة السعودية لابعة لانو هذي الدولة السعودية الثالثة لبناء عبد عزيز التعود اما نحكي على المستوى السراتيجي هي سعودية من الدول الطوق والاردن ومصر سوريا محتلة لبنين محتل ولبنين ممشيش مع سياسة السهيونية معناها وحزب الله لو اعطاء لحد لين المقاومة اللبنانية والاصوات متاعها جماعة ساميل جعجع وسيدة جعجع وكالجماعة سيكتة خافت انهلي وكالسنيورة هذيك عرفتوا سيكتة الجماعة هذيك هالنهارين حتى وليد بك اللي هو وليد جنبلات ماشي مع المقاومة لكن الان خلينا نحكي كل كان المشروع هدا اللي حبوا يعملوه فاشل يبقى انه احنا العرب اذا كان بيتنا من ججاج وبيتنا مبتلئ بالخيانات بيتنا الرسمي لماذا نلوموا عن اخوانا في افريقيا او في الهند وانهم يتنكروا علاقات تاريخية اللي بيننا وبينا الحالكة الوطنية الهندية كان احدى قادتها الكبار جوهر لال نهرو وكان من احدى قادتها الكبار المهات مغردي واحدى قادتها الكبار محمد علي جوهر وكان هو مترأس حزب المؤتمر ومن بعد معناها انشقوا كانوا الهنجوس كيت انديا وكانوا المسلمين يقولوا ديفايد انت كيت ثم بعد وحمد علي جوهر وحمد علي جنيح مشاوا معناها جوهر لالنهرو وقالوا شوف انتم اللي تعبدو حلن ناكلو هالبقرة معنا جموش كامل وصار اكبر دي بلاسمون معناها اشخاص في التاريخ ملايين صارت حرب رهيبة جدا اللي جاءت البنغال والبنغلاديش والهند ثم البنغلاديش معناها استقلت عليها الباكستان المملول كانوا مع بعضها مزوز يعني صارت بشكل كبير في التاريخ يعني سبعة سمالي ملايين وخمسين ملايون تحركوا وزاوا في الحرب هذي كأكبر دي بلاسمون وقع في التاريخ الآن هما يتنكروا لهذا الهندوس لكننا نقول لك إذا كان العرب يتلموا والدول العربية والسلامية تلموا كلهم ما فيهم إيران ما فيهم تركيا ثم تشبتت قبلها أشرت الحاجة وقلت وأنه هذي صد النهضة بتمويل سهلين هو الحق لون صار وما همش ضد صد النهضة لكن ضد كيفية ملؤ وما همش ضد ما خلوش إليه ما عندكش حق تعمل ثاني حاجة بنجوليون وهو أصل بولونيا وحاجك هكا بنجوليون تولد غادي هذي قالوا له أحنا خزينا قدش نعمل قال لهم العرب يجب أن يكونوا دائما في صراع مع غلامائهم التدخيين قالوا شكرهم خالب ثلاثة الفرس والأتراك والحبش يعني أثيوبيا وإيران والتركيا ورعمرهم ما بشكرون مع العرب أحنا شفنا الأمريكان والإيرانيين سقضوا على صدى بحسين وتحالفوا مع بعض مع بعض مع بعض معظوين ثم شفنا الإيرانيين قتلوا صدى بحسين هالعيد الكبير السلطة الموالية لهم سلطة علاوي وجماعة وكانوا جماعة وقت الصرع يقرغوا في آيات وفي أحاديث اللي هي متاع قتل وغيره قالوا ما هو هاي مرض لي خطيرانيين يجيوا يعملوا التصريح يقولوا نحن ونحن ثم حد شي كان يضربو لكم ميران تو تضربوا عما بش تضربوا على فلسطين عطي لي نهار تلقى عاملو هاي عاملو حد شي دونك على هذا المستوي خلينا تعه التحالفات ويمشي ويقولوا كذا عاما ال فالديش بوزيتيف السلتيجيك وأنه نحصل البلدان بهؤلاء البلدان المغرب العربي يجبوش يحصلوها من قولهم شي حبوا يخلقوا مشكلة متاع برب العربين منش حتش لانو أكس الناس كانوا ثوار في حلقة الوطنية في الدوزائر هما القبائل مثل من أصعب الناس ومن أرهب الناس اللي كانوا مقاتلين التوينس عرب وعرين عرب لكن جينية نحن شمال المغرب العربي تختلف في الجغرافيا في التاريخ في الانتروبولوجيا في التكوين اللي هي أصعب يسر من منطقة المشرك العربي تاريخ المشرك العربي هو تاريخ المخابرات وبالتالي تاريخ الخيانات هو على عكس تاريخ حتى مشروع التطبيع بين ليبيا والمغرب موسطة دباي المرة هذه نشوفنا وانه شو اللي صار في ليبيا المنقوش مون مشيت وشو اللي صار معاه وفي المغرب اللي رسمين الى حد الان معلقش التطبيع معناها شعب اللي بي مايقبلش التطبيع شعب اللي بي مايقبلش شو كذلك شعب المغرب زادة ما نجمش بلح مظاهرات في الليل قدام كونسولات المتاع مالكيا في الرباط في الليل بلح تبع فيها في الرباط الحقيقة قاعدين نشوفه انه الشعب المغرب الشقيق مايزيد علي حتى حد ولكن ما لو رزمو فما السياسات اللي هي بتاع الناس اللي قادة تحكم اليوم اللي اختارت خيارات ني قالوا الملك يعني يشعر بقلق برا شعر قلق برا لسمي شو هذي بعد غزة بدلتم الكل تماما قبل غزة وفرموها بعد غزة داخليا في البيت العربي وخارجيا في المنظومة الدولية واضح نواصل بعد الأخبار اشتركوا في القناة